كمان نشرت الصفحة الرسمية لبطول الدوري أبطال إفريقيا وكونفدرالية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي كاف صورة للبرتغالي الأشهر منويل جوزيء المدير الفني الأسبق لفريق النادي الأهلي برفقة المدرب الفرنسي دييجو جارزيتو لاختيار الأفضل لبطول الدوري أبطال إفريقيا في العقد الأخير من تاريخ أو من عمر هذه البطولة وجاء تعليق الكاف على الصورة كالآتي الثنائي قدم أداء رائعا برفقة فريقيهما خلال دوري أبطال إفريقيا من من هو المدرب الأفضل بينهم الحقيقة لازم نقف شوي عند منويل جوزيء لأنه خلال قيادته للنادي الأهلي نجح في أنه يكتب التاريخ مع القلع الحمراء حيث نجح في التتويج بالعديد من البطولات في مختلف المسابقات المحلية والأفريقية وكمان العالمية تولى منويل جوزيء قيادة النادي الأهلي ثلاث مرات البداية كانت فيه الأول من يوليو من عام 2001 لو تفتكروا حضراتكم ولكن هذه الفترة لم تستمر طويلا وانتهت في 30 مايو في 2002 رجع للنادي الأهلي من جديد في يناير 2004 واستمر الفترة طويلة استمر حتى 31 مايو من عام 2009 وعاد من جديد في 31 ديسمبر 2010 ليقود الفريق حتى 19 مايو 2012 وتوج الأسطورة منويل جوزيء مع النادي الأهلي بي 20 بطولة 6 ألقاب للدولي المصري الممتاز لقابين لكاس مصر 4 ألقاب كاس السوبر المصري 4 مرات بطول الدولي أبطال إفريقيا 4 مرات كاس السوبر الإفريقي يعني الحقيقة إنجازات عظيمة جدا شارك كمان في كاس العالم لأندية مع النادي الأهلي مرتين وحقق الميدالية البرونزية في نسخة منهم والنسخة الثانية كان محققين أو فريق النادي الأهلي كان محقق المركز السادس في البطولة لو حضراتكم تفتكروا السنة دي